هناك خلاف حول شخصية أحمد الشلبي والتعامل معه يعني كانت الـ CIA وزارة الخارجية ترفض التعامل مع الشلبي بينما كان وزير الدفاع ومساعدوه وكذلك مكتب نائب رئيس دكتشيني يصر على أن أحمد الشلبي هو الشخص الذي يمكن أن يعتمد عليه وعلى معلوماته بعكس الـ CIA يعني هل لك أن توضح ليه هذا الأمر لأنني وجدت رأيين موجودان في هذه الكتب والمذكرات نعم إنه لمن مثير الاتماع في هذه الحرب أنه كانت هناك اختلاف عميق جدا في الولايات المتحدة وإدراتها حول شرعية الأصوات التي كانت تدعي أنها تتحدث نيابة عن العراق سواء داخليا أو خارجيا نعم أنت محق كان هناك البعض ممن يعتقد أن الشلبي كان الجواب على سؤال من هو الشخص المناسب من أجل دعم هذه العملية قبل وبعد الغزو وكذلك المعلومات فيما يتعلق بالمعلومات وكونه شخص مناسب أو لا ذلك كان نقاشا ليس فقط حول أحمد الشلبي ولكن كذلك حول كل القيادة التي تم التعامل معها خلال ثمانية عشر شهرا قبل الحرب وكذلك بعد الغزو من هي الأصوات الشرعية من الذي يمكن أن يتحدث نيابة عن الشعب العراقي من الذي سيحترمه الشعب العراقي من الذي هو موجود من أجل مساعدة الشعب العراقي من الذي سيساعد أنفسهم وليس الشعب العراقي فأعتقد أن التاريخ أظهر لنا أن بعض القادة كانوا أكثر شرعية من آخرين في العديد من الحالات الولايات المتحدة فهمت الأمر بشكل خاطئ وأعتقد أن هذا خطأ لن نقوم بتكراره في المستقبل